مدينة الجديدة قلب جميع أو قلوب جميع المتتبعين الرياضين هنا مع المنتخب الأردني اللي كيشرف على التدريب ديالو كل من الحسين عموتا كمدريب الخلفي كمساعد ديالو والإدريسي مدريب الحراس والوداري المعيد البدني غادي نخلوكم مع الجمهور ومع المتتبعين ومع المحللين شرف على التدريب ديالو طاقم تقني مغربي محد اللي لأول مرة كي يتأهلوا نهاية كأسيا اللي غدا تكون مقابلة غنقلوا صعيبة وصعيبة بزاف وكتعرفوا أنه هذي النهائيات كتكون كتربح كتر ما كتلعب أنا بالنسبة لي كنتمنى أن المنتخب الأردني يفز باللقاب ويكون لقاب كتر ما هو أردني هو مغرب وتحييل طاقم تقني بالأخص اللي كي قدوا عموتا واللي بيين على كفاءة ديالو في تقديم ما لديه من تجريبة خصوصا وأنه حازل عدة ألقاب ونتمنى أن اللقاب ديالك أساسيا سيكون من نصيبه وتحية الجماهير المغربية والجماهير الأردنية إطار مقابلة النهائية لغاية تجمع ما بين الفريق الوطني الأردني النشامة وكذلك الفريق العنابي القطري الآن كنفتخروا بالإطار الوطني المغربي المشرف على الفريق الوطني الأردني النشامة كنفتخروا به وهذا دليل على أن المدرسة المغربية الكروية قادمة بقوة ونحن الآن نجني ما حققناه في كأس العالم بوصولنا إلى نصف النهاية بوصولنا إلى نصف النهاية هذا ما كيجيش من فراغ بل كيجي من عمل جاد كتقوم به جميع مكونات الكروية للمملكة المغربية الآن أصبحت جل أو أغلب الجامعات الإفريقية والأسيوية وغير غير ذلك تخطبوا ود الأطور الريادية المغربية السلام عليكم بخصوص النهائي وكأس أسيا بين أردن ومنتخب الأردني ومنتخب قاطري أردن ومنتخب قاطر الأردني بخصوص مدرب وطاقم تقني مغربي هذا يمنع نهائي عربي وطمئن نسوش قاطر شيء يسجع لنا بكأس العالم في قاطر 2023 وعشرين ونتمنى لحد الجميع وفرجة ممتعة مشاهدنا الكرام كيف لاحظتوا كيف تابعتوا معنا كانت هذه الشهادات ديال جماهير ديال محللين ديال مسيلين هنا بمدينتها الجديدة للحديث عن مقابلة الأردن والمنتخب القطري فلا حديث إلا عن هذا المقابلة وكينجمع يعني لكل بغي منتخب الأردن يربح لأن الطاقم التقني ديال منتخب الأردن كيتشكل من مغاربة الحسين عموت كمدرب لخلف مساعد مدرب الحراس الإدريسي ولوداري المعيد البدني إذن كانت هذه الأمنية ديال الجماهير الدكورية اشتركوا في القناة